لسه في النادي الأهلي والنهاردة اتمرن لأول مرة طهر محمد طهر وبرستاو بعد رجوعهم من الإصابة لعيب الفريق الأول طبعاً لقرض القدم بالنادي الأهلي شاركوا في التدريبات الجامعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بعد تعافيهم تماماً من الإصابة واشتكى طهر قبل كده من كدمة في الكاحل وبرستاو كان اشتكى من كدمة في العضلة الأمامية وانتظم السناء في التدريبات الفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيل الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطب بالنادي الأهلي وخاد الأهلي مرانو الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل الصفر إلى تنزانيا استعداداً لمباراة ينجا أفريكانز اللي هتقيم يوم الصبت إن شاء الله ضمن منافسات الجولة التانية لدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا عقد بقى مرسل كولر كمان المدير الفني لفريق محاضرة مع اللعابين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة وأجرى لعيب الفريق عملات الإحماء وجوز بدني قبل المشاركة في التدريبات وحرص طبعاً الجهاز الفني على تنفيذ الجوز الخططي الخاص به وطبعاً قدم حمد الشناي ومصطفى الشبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف رباع حراس مرمى زي ما حنراككم شايفين كده دلوقتي عن الشاشة معانا هو التدريبات مع مستر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى قبل المشاركة في التدريبات الجامعية كمان عقد مرسل كولر جلسة مع الجهاز الفني والجهاز المعاون لمواصلة التحضيرات لمباراة يانج أفكنز طبعاً دي الأخبار اللي كانت عن فريق النهاردة وكانت عن التبرير لكن لحد ما إحنا معهم لحد ما طلعوا الطيارة ووصلوا بالسلامة إن شاء الله لتنزيني